خلونا نروح لحزب حماية الوطن اللي اختتم النهاردة فيه دميات جلسات الحوار الوطني تحت عنوان توصين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ده تم بحضور عدد من قيادات الحزب أعضاء المجتمع المدني والقيادات التنفيذية رجال الدين نواب مجلسي الشيوخ والنواب الحوار ده تناول عدة ملفات لتنمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلي جاء كمان أبرز أو من أبرز تلك الملفات منقشة حلول التصويق وإنشاء كيانات تابعة للدولة لتوفير خامات التصنيع فضلا عن الحديث حول مشروعات الدولة العملاقة اللي تمت من أجل تطوير صناعات الغزل والنسيج وكمان صناعة الألبان الجلسة أو جلسات الحوار الوطني في دميات للحزب انتهت بعد التوصيات كان أبرزها منقشة حلول توفير خامات التصنيع وخلق قنوات للتواصل مع المواطنين من أجل توصيل تلك الخدمات لمن يريد الاستفادة منها كمان النهاردة تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت ورشة عمل حول النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني ده في إطار اهتمام التنسقية ومنقشتها لأهم القضايا اللي بتهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني الورشة دي تناولت منقشة عدة محاور زي تفعيل دور النقابات المهنية في مصر والاستفادة من كوادرها العلمية وتعزيز دورها بالإضافة إلى أولوية النقابات المهنية بين تنظيم المهن والاهتمام بشؤون الأعضاء بجانب دور النقابات المهنية في التنمية الاقتصادية وإصدار قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية وتنظيم أليات إنشاء نقابات مهنية جديدة